بغيا أن ينزل الله من فضله على منشاء الكلام ده برضو الكفار في مكة قالوه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم بس تاخدوا منهم أنهم من تغفيلهم برضو حاكم مش ممكن ربنا يطلق أبدا للكافر ونبقى نصح أوه أبدا مش ممكن يقولوا لولا نزل هذا كأنه لا اعتراض على القرآن في ذاته ولكن لا اعتراض على من جاء على هذه القرآن لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم بقى أن القرآن دي حاجة إيه أكبيرة أكبيرة يا أولادي ولذلك هو ده اللي يناسب إيه إن كان هذا هو الحق من عندك طب ما ده نفتن بلا بقى بالله لما قود لما أكون أنا عاكل وقلوا يا رب إن كان دا الحق ولا طمسنني ونزل علي أحجاره واختيف بالأرض إيه الحمك دي لأ إن كان دا الحق يهدين له مش كده ولا لا فلما قالوا إيه لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين إيه على رجل من القريتين عظيم فربنا رد هذا الرد برضو قال إيه أهم يقسمون رحمة ربك إيه التعالي بتاعهم دي دا مسائل دنياهم أنا يقسمها بينهم نحن قسمنا بينهم المشائل المادية نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا بقى عايزين دا هم مش قادرين يقسمهم مسائل الدنيا اللي في إيدهم وأنا اللي بقسمها يهم عايزين يعتسامهم إلى إنهم يقسموا رحمة ربنا قالوا لا يبعث لنا دا ويبعث لنا دا ويبعث لنا دا ويبعث لنا دي طب مش لو كنت ممكن في ما دون هذا تقوم تطلب ما هو طب دا انت في الحياة نحن قسمنا بينهم معيشتهم في العالم ورفعنا بعضهم فوق إيه يبقى إزاي تحكمهم في رحمة الله في النبوة إن دا يختار وده يجي وده ما يجيش برضو دا غباء ولا لأ أهم يقسمون رحمة ربك هنا تمام بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباقوا بغضب على لأنهم من قبل كده مغضبين ربنا لأنهم مش متابعين المنهج بتاع التوراة نفسهم وبعدين يجي كان المفروض إنهم ينتهزوا فرصة الرسول الجديد دي ويغسلوا نفسهم غسلة بمجيء الرسول الجديد دي وننسى خلفات ألا بقوا بغضب على إيه بقوا بغضب على إيه على غضب وللكافرين عذاب إيه مهيم